صباح الفلي والياسمين الشكل الحلوي ده ما ينفعش إني أسيبه في حاله كنت حتجنن عليه وقلت لازم أعمله هش وخفيف جدا والشكل ولا أروع من كده ماديره كلها متوفرة عمدنا في المطبخ وطريقة تشكيله سهلة جدا ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يعمل الشكل الأمر ده والاشتراك في القناة نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة نجيب الطبق الحلوي ده هزود فيه 200 ملي من المياه مياه عادية من الحنفية بما يعادي الكوباية وعليها كيس من الفانيليا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة كبيرة من الخل ومعايا بياض بيضة لو متوفرة عندك أنا هقول لكم على البدائل وإيه تستغني عنه في الوصفة وربع كوباية من الزيت بما يعادي 50 ملي ومعلقتين كبار من الجبن الكريمي ولو عندك أي نوع جبنة تانية تكون نشفة أو طرية مفيش مشكلة ممكن تضربيها في الخلاط بشوية مية أو لبن وتزوديها على المكونات ونديله تقليبة حلوة كده لحد كل المكونات ما تندمج مع بعضها كمية الدقي اللي أنا هستخدمها 500 جرام من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات دقيق مخصص للمغبوزات بيكون له عرق شديد ما ينفعش الدقيق العادي اللي هو متعدد الأغراض استخراج 72 لأن المعجنات هتفرش معاكي هزود عليه معلقة كبيرة من البيكونج بودر بما يعادل 8 جرام نص باكو وربع معلقة صغيرة من الملح ندي للدقيق تقليبة كده وحاخده وحطه على السوائل على طول وديله تقليبة بالمعلقة ولو العجينة احتاجت معايا سوائل حنزودها بالتدريج ونبتدي بقى نخدم العجينة كويس جدا زي ما متعودين مع بسبوسة عشان نربي لها عرق وتمط معانا زي الأسد هقول لكم على البدائل دلوقتي بديل المية ممكن تستخدمي زبادي او لبن رايب او ممكن لبن بودر مع مية اللي متوفر عندك وبديل الزيت ممكن تستخدمي زبدة وبالنسبة لبيض البيضة والجبنة ممكن تستغني عنهم خالص في الوصفة بعد ما خدمت العجينة باسم الله ما شاء الله سطحها ناعم بالشكل ده هاخدها وقسمها على نصين اول نص هحطه في طبق وغطيه واركنه على جنب والنص التاني هحط عليه معلقتين كبار او تلت معلق كبار من الكاكاو على حسب العجينة ما تحتاج معانا ونخدمها حلوة قوي عشان تختلط بالكاكاو ويكون لونها بني بالشكل ده ولو العجينة احتاجت معاك شوية مية زوديها لان الكاكاو ممكن ينشف معانا العجينة نركنهم على جنب الحد ما يرتاحوا لمدة ربع ساعة وخمستاشر ديئة انا مش عايزة العجينة تخمر تخمير كامل انا محتاجاها انها ترتاح بس ونيجي لطريقة التشكيل انا معايا طريقة هتكون مختلفة شوية ولو صعب عليك هقولك على بدلها العجينة بعد ما ريحتها خدت اول كرة وهي البني رشيت رشة حلوة قوي من الدقيق حول ما تقطريش منه وبدأت ان انا افرد العجينة هنفردها على شكل مربع او مستطيل عشان يكون طريقة التشكيل سهلة معايا وقلي بيها على الوش التاني يعني خلي الوش اللي مش مزبوط من فوق والوش اللي هو الحلو من تحت ونقص العجينة على المقاس اللي احنا محتاجينه ان كان حجمها صغير او حجمها كبير انا قصت العجينة بحجم كبير والمقاس ده انا جبت كارتونة وقصتها على المقاس اللي انا محتاجه هو كان 9 في 17 انا عارفة اعتقوله ده كبير قوية بس بوسة بس انا بصراحة حبيت الحجم يكون كبير انت ممكن تعمليه باحجام صغيرة جدا بصي بقى يا قلبي انا جبت المصطرة وبدأت ان انا علم مكان القصات لكن ما قصتش العجينة ونجيب سكينة او نجيب اي شكل عندنا وابتدي اشكل العجينة الفتحات اللي انت حباها انا حاولت ان انا اعمل الشكل اللي انتو شفته في اول الفيديو زي ما انتو شايفين هجيب السكينة وابتدي اطحها بالشكل ده زي ما انتو شايفين طريقة التشكيل مفيش ابسط منها دلوقتي بقى هنخش على العجينة البيضة ونفردها بنفس مقاس العجينة البني بصي يا امر لما تيجي تفرد العجينة افرديها بسمك رؤية لان حنحط طبقة العجينة البيضة على طبقة العجينة البني فحيكون سمكها عالي ولسه كمان لما تخمر حيتضاعف حجمها وساعة السوى كمان حيتضاعف حجمها اكبر خدت العجينة البيضة ولفتها على نشابة وبدأت ان انا حطها على العجينة البني وحبتجي بقى اسويها وشيلي الزيادات وعلم مكان القصات وابتجي اقصها نفس القصات اللي هي 9 في 17 سنتي او المقاس اللي انت قصيتي عليه طب يا بس بوسة الطريقة دي صعبة علي في طريقة تانية اسهل من كده ايوة يا قلبي العجينة البيضة بعد ما تفرديها قصيها نفس مقاس العجينة البني وبعد كده خد اللي اتنين وحطيهم على بعد وكملي باقي الخطوات اللي انت حتشو فيها معايا ولو حب اي تشكيل تاني معاك العجينة البني والعجينة البيضة شكيليها براحتك قصيتي الزيادات الزيادات دي انا مش حرميها هنعمل بيها اشكال حلوة بس دلوقتي بعد ما قص المقاس اللي احنا خدناه في الاول في البداية بعلم بالمسطرة وبعد كده حجيب القطعها وابتدى قطع العجينة بنفس المقاس بالزبط بعد ما قطعتها وحقسمها على اتنين نجيب الحشوات اللي المتوفرة عندنا ما تتأيديش بالحشوة اللي انا هحطها حط اللي انت حباه وكمان ممكن تعمليها حلوة حط عليها نوطيلا او مربة زي ما تحبي انا بصراحة معايا بيفي ومعايا جبنا متزر الله كانت معايا اللي هي الصوابع دي كنت شايلها في الفريزة لو نسياها قلت حطها وكم زتونة كده قطعتهم وبدأت ان انا حشيها شايفين اللفة بسم الله ما شاء الله طلع معانا الشكل الامر ده بعد ما لفتها بالشكل ده حاجيب صاق ما بيدهنش اي مادة دهني وحبتجي ارص عليه الاشكال شايفين الشكل بسم الله من شاء الله ولازم اسيب مسافة ما بينهم لان لسه هيخمر معانا ويتضاعف حجمه شايفين الشكل اللي هناك اللي عامل زي اللي خرام كده ده بسبب تقطيعتي السكينة بالنسبة بقى لطريقة التخمير انا بصراحة بخمره على بخار مائي في فرن البتجاز بسخن مية في حلة وبدخلها الفرن الفرن بيكون مطفي والبخار اللي طالع ده هو اللي بيخمر معايا العجينة شايفين شكلها بعد ما اختمرت معانا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بالنسبة لدهن الوش انت ممكن تسويها على كده لكن انا بصراحة جبت مية بسكر وحبتدي ارش الوش ممكن تجيب بيضة وعليها شوية لبن ومعلقة تخلي بسيطة وتدهني وشها طبعا طريقة دهن الوش ده ده يرجع ليكي بس ابسط حاجة مية بسكر نيجل طريقة التسوية المزبوطة بتكون مسخن الفرن كويس جدا وبعد كده بتدخل الصاج على اعلى درجة حرارة لمدة دقيقتين اتنين بس اتنين دقيقة يعني وبعد كده بتزبطي على درجة حرارة متين وبتولع الشوية والشها ياخد لون طب يا بسبوسة الشوية والفرن عندي من زرار واحد بعد ما ترتفع وتاخد لون من تحت تطفل بتجاز ولاع الشوية والشها ياخد اللون العسل اللي انتو شايفينه ده اول ما تخرج من الفرن انا بصراحة بحب دهن المعجنات زبدة ممكن تغطيها بفوطة وتسيبيها لحد ما ترد من حرارة الفرن وكمان ممكن تغطيها بكيسة تطرى معاكي اكتر واكتر وكمان الزبدة بتضطر اي وش معجنات من بعد النهاردة مش هتحتاري في الفطار ابدا هتقومي الصباح تعمليليك كوبايت شاي او شاي بحليب وتاخد قطعة او قطعتين وتكليهم بالفة هنوشفة عارفيني الشكل الامر ده اولادك لو شافوه حينبهروا عليه ويقولولك يا ماما اعملي ممكن تعملي العيش الفينو بنفس الشكل ده وتفتحيه كده او عيش الكايزر تعمليه بالشكل ده كده يعني شكل حلو وتفتحيه وتحطي فيه جميع الحشوات اللي انت حباها الاولاد بس انا سهلت عليك الطريق وقلت نحشيها وممكن تعملي كمية كبيرة وبحجم صغير وتفرزيها في الفريزر وتخرجيها وقت ما تحتاجيها يعني تخرجيها من بالليل والصبح تبتجي ان انت تحشيها او تكلوها على طول من غير ما تسخنيها لا في فرد ولا في ميكرويف طرية وهاشة وخفيفة وشكل مميز جدا بسم الله ما شاء الله وكل مكوناتها متوفرة عندنا في المطبخ وكمان قلت لكم على البدائل البيض والجبنة ممكن تستغني عنهم خالص وبالنسبة للمية ممكن تستخدمي لبن رايب او زبادي او خليط بين المية واللبن يارب يكون عجبكم الفيديو النهاردة والطريقة الحلوة الامر دي ولسه كمان عندي اشكال كتير هعملها لكم قبل ما اختم معاكم الفيديو دي الاشكال الصغنانة جدا من بواء العجين عملتها وحشتها بسم الله ما شاء الله وعملت الجزء الصغير دي اللي كانت الحتة الرفيعة عملتها زي السينبون زي ما انتو شايفين ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشايروه مع حبيبك واسحبك انا عايزة تفاعل على القناة يا جماعة تكتبوا تعليق حلوة كده وتحطوا لايك ان شاء الله حتى دي سلايك واشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة ودعواتكم الحلوة لمرضانا ومرضى المسلمين والاخوتنا في فلسطين وغزة ربنا ينصرهم ويحفظهم ويصبرهم على اللهم فيه ويرحم شهدائنا يا رب العالمين